محرس بداية أسبوع والحقيقة ننتظر في الغايث النافع إن شاء الله رب يرحمنا لكن المؤشرات يظهر لي استقرار صحيح مؤشرات الاستقرار ما زالت نسبيا متواصلة ونحكيه على سيطرة المرتفعات الجوية خصوصا خلال نهاية الأسبوع والمميزات هذه ميزة حتى انتلاقة النهار وقتلت الضافر مجموعة من العوام الجوية الأخرى على غرار نسب رطوبة العالية من سوش اللي كونه البارح الطائرات الهوئية كانت في غلبها من القطاع الشرقي رياح بحرية بالأساس في ظل انخفاض درجات حرارة طبيعي جدا باش نتكور ظهيرة الضاباب هذيك علش كونا معنيين من انخفاض كبير في مدرؤية الأفقية بدرجة كبيرة في منخفضات الشمال كيف كيف في جيهة السحل مدرؤية الأفقية اللي تراجع إلى مدون مئة متر في بنزرت في باجا إلى مدون الفيدنا متر في جيهة السحل والحمد لله حاليا قاعد ننسجل ونحن في تحصن كبير المدرؤية الأفقية ديما نتمنى ونحن السلامة لمستعمل الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة والانتوقع خلال الساعات القادمة هو تواصل مواشرات الهدوء والاستقرار ممكن نشكونوا معنيين بنزول بعض الأمطار ضعيفة والمحلية أخرين في مناطق أقصى شمال في تبرقة من ولاية جندوبة في نفزة من ولاية بازة في معدد ذلك تقريبا بقية مواشرات الجوية مستقرة اليوم نتوقع كونه فعليت الرياحة وسرعتها مش بتفوت مستوى 35 كم في الساعة في سوحنة شمالية البحر بش يكون متموج في أقصى شمال غربي في منطقة سيرات قليل للتراب في بقية المجالات البحرية وبش يكونوا معنيين أيضا بفترات مش ستتخللها بعض سحب العابرة تقريبا درجة الحرارة تعتبر أعلى نسبيا من المعادلات العادية نذكركم اليوم الحرارة ظهرا ممكن توصل مستوى 20 درجة في قليم تونس الكبرى في زغوان أقل نسبيا في جيهة الوطن القبلي وين ممكن تسجلوا 18-19 في أقصى شمال في بنزارت بربع شمال الغربي نتوقع الحرارة بش توصل المستوى العشرين في جندوبة 19 في باجة في سليانة في الكاف في مناطق الوسط على أرقام بشكون في القيروان 20-19 في القاسرين في سيليبوزيد أقل نسبيا في جيهة الساحل بسوسة بالمنستير نسجلوا 18 درجة 17 في المهدية بالنسبة لإسفاقس وقرقنا ممكن نسجلوا اليوم 17-18 في جابس في مدين في تطاوين وأعلى أرقام بشكون في مناطق الجنوب الغربي في توزو 21 درجة 20 في قبلي 19 في جابس ويقابل درجات الحرارة هذه أرقام نسبيا مخافضة خلال الليلة القادمة تقص بارد بامتياز تقريبا بستترازع درجات الحرارة إلا ما دون العشر درجات في أغلب المناطق وممكن تكون حتى دون الخمس درجات في المرتفعات الغربية لبلادنا في المرتفعات الجاسرين في باجا في جندوبا في سليانا غدوة ممكن تكونوا معانين بمجموعة من تغييرات مقرنطان باستقرار أغلب عناصر تقس اليوم غدوة نتوقع وكونوا رياح بيشتنشط أكثر بدرجة كبيرة في المناطق الساحلية قد يكون فما تنبيهات بالنسبة للملاح السيد البحري بدرجة أولى في مناطقنا الساحلية الشمالية وكيف كيف خريص حمامات وفي جيدة الساحل لأسف مواشرات الأمطار الضعيفة محلية مختصرة على مناطق أقصى الشمال الغربي في معدى ذلك ما فهمش مواشرات الأمطار ذات فعالية تستحق مننا ذكر نقول الأمل ديما يبقى في رحمة ربي قيم ربي يرحمنا بالغيث النافع أكيد كان فما بشار غيث النافع باش نكونوا في الموعد وعلى الخدمة وربي يرحمنا بالغيث النافع هذا هي محاجر شكرا لك إذن محرز هكذا خذينا فكرة على حالة التقص بالنسبة اليوم وليمات الجاية وإن شاء الله بتتبع عنا نشرة يومية